دول لقطتين غريبتين. جدا. 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 لقطتين غريبتين جدا. واحدة من مودست. انا لحد دلوقتي مش قيلها تفسير. الراجل دلوقتي عنده مليون حاجة ممكن يعمل. انت شايف القرى دي راحة للمهاجم اللي من اللي اللي وشي اللي بن يعمل ايه? هيستلمها ويحطها دم ويروح. او او هيحطها للرجل اللي لها حد تانية. طب بص اللي بعدها عمل ايه? كمل الفريم اللي بعدها. عشان تبين? عارف انت انا ارور. بالمناسبة انا جال ارور. هاجمك فيها تحول للمديامة. ايه ما طبعا ما جعل مش قيلتش خطورة بس اعملوا تحول سريع جدا. طبعا. طبعا. طبعا بالنسبة لي ده ارور انا مش فاهمه لحد اللحظة دي. دي لقطة اللي ملياش تفسير. طب في لقطة تانية لقى تفسير لان انا سألت عليها بعد المباراة. بص. الكرة دي كانت في الداية 42. كرة سابتة في وسط الملعب لا تشكل اي خطورة على النادي الاهلي. اتحسبت فاول للنادي الاهلي في اه 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 لمسة تد على مديامة. في دي اه 42. عمل احسان الشحات. هانت الفريم لبعض لو معنا الفريم التاني. رحطت الكرة برا. فانت بتحط الكرة برا لدي اه 42. لا انت بتضيع وقت ولا انت بتعمل اي حاج. اللعب اكاش قادرة تاخد نفسها يا كريم. لعبت النادي الاهلي ما كانتش قادرة تاخد نفسها. كانوا عايزين 30 ثانية ياخدوا نفسهم. اللعبة كانت مجهدة جدا بعد عملية الركض السلبي في الشوط الاول للحصول على الكرة. اللعبة في الملعب بالكامل مش قادرين ياخد نفسهم. درجة الحرارة. سوق ارضية الملعب. الرحلة كانت مجهدة جدا. اللعبة البدني بتاعها وقع في الداية 37 او 38. اللعبة كلها مش قادرة تاخد نفسها. حسين حط الكرة برا. علشان ياخد 30 ثانية. عاببنا جويه كرة تانية 30 ثانية. علشان اللعبة تقدر تاخد نفسها في الملعب. لان انا استقربت اللقطة جدا. فسألت عليها بعد المباراة. هو ليه ده حصل. تليه عملت كده. علشان لا بدك نص دقيقة. فانت بتقول ليه اغرب لقطتين كانوا في المباراة لقطة مودست ولقطة حسين الشحيط.